تفرد حزب الله بقرار الحكومة ليس بالجديد وآخر مآثره مقام به وزيره حسين الحج حسن خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة فقد خرج وزير الزراعة بعيد افتتاح الجلسة فقط ليعلن للصحفيين أن مجلس الوزراء قرر استدعاء السفيرة الأمريكية مورا كونونلي وسؤالها عن موضوع التجسس الأمريكي في عوكر على اللبنانيين والمقاومة وما لبث أن عاد إلى القاعة حيث مجلس الوزراء ولكن الخطورة تكمن فيما أوردته جريدة النهار نقلا عن مصادر وزرية أن مجلس الوزراء استغرب تفرد الوزير الحج حسن بهذه الخطوة بعدما بدأت تصله تباعا المعلومات عن مضمون تصريحه المباغت والغريب أكثر أن وزير الخارجي عدنان منصور وعندما سئل بعد الجلسة هل سيستدعي السفيرة أم سيستوضحها فأجاب ليس هناك استدعاء ولا استضاح ولا فتاء إلا أن هناك محضرا للجلسة يمكن الرجوع إليه لكن ما أعلنه لاحقا وزير الإعلام أوضح وبشكل لا لبس فيه التباينات الفاضحة بين الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله خصوصا بالحقيقة ما صار فيه استدعاء بالمعنى الحقيقي للموضوع اللي صار هناك كان فيه أنباء صحفية تفضل دولة الرئيس وطلب من وزير الخارجية الاستحصال على معلومات من السفيرة حول صحة هذه الأخبار يعني كلنا بنعرف أنه هي أنباء صحفية ما عارفين شو مصدرها بقى لحن نستوضح معالي وزير الخارجية هالأنباء إذن الحكومة مستغربة هذا الأداء من وزراء الحزب لم تجاري حزب الله على الأقل ظاهريا في المطالبة باستدعاء السفيرة الأمريكية لسؤالها عن وجود خلايا تجسس مفترضة في السفارة الأمريكية في عوكر لكن السؤال ما الذي دفع بالوزير حسن لاستعجال الخروج من الجلسة وأعلان خبر مماثل والسؤال الآخر البديهي هل عاد ينفع العمل أو حتى المحاولة لإقناع حزب الله أن الحكومة هي من ترسم الخطوط الدبلوماسية للتعاطي مع الدول الأخرى وهي من يكرر استدعاء السفراء واستجوابهم وليس مجرد حزب كرر أن يكون هو الدولة حين تدك ساعة الحسم وتقرير المصير